قرر مجلس الوزراء الأحد خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تابون رفع منحتي السياحة والحج وفي هذا الصدد تقرر رفع منحة السياحة إلى 750 أورو بالنسبة للبالغين مرة واحدة في السنة وإلى 300 أورو بالنسبة للقصر مرة واحدة كذلك كما تقرر خلال ذات الاجتماع رفع منحة الحج إلى ألف دولار وفيما يتعلق بالتعويض عن أضرار فيضانات سبتمبر الماضي ببعض الولايات عرض وزير الداخلية تقريرا شاملا تضمن تعويض 1560 عائلة عن تضرر الأثاث المنزلي والإلكتروني بقيمة 150 ألف دينار لكل عائلة وصرف 823 إعانة مالية و700 ألف دينار لكل عائلة في إطار تأهيل 2860 مسكا إلى جانب إعادة إسكان 340 أسر تعليمات الرئيس تابون في مجلس الوزراء بخصوص المنحة السياحية رفع المنحة السياحية إلى 750 أورو لكل مسافر جزائري بالغ وإلى 300 أورو لكل مسافر جزائري قاصر بدءا من جانب 2025 بخصوص منحة الحج رفع منحة الحج إلى ألف ألف دولار لكل حاج جزائري ابتداء من موسم الحج القادم خصوص تعويضات الأضرار الناجمة عن فيضانات سبتمبر الفارطة في بعض الولايات الإسراع في التسوية النهائية لهذا الملف مع نهاية السنة الجارية إحصاء وتعويضا على أن يشمل كل الحالات المتضررة عبر كامل الولايات المعنية المخطط الفلاحي 2020 لـ 25 اعتماد استشراف دقيق وواضح يوفر المنتوج الفلاحي للسوق بشكل كاف ثم المرور إلى تصدير المنتوجات التي عرفت فائضا محسوسا هذا الموسم اعتماد استراتيجية متكاملة لتخفيف الاستيراد مع الاستفادة من المخطط الوطني الجديد لاستغلال المياه المستعملة التي ستعود بالنفع على الإنتاج الفلاحي بخصوص مدى تقدم مشاريع السكة الحديدية الإسراع في تنفيذ مخطط التحديث بالربط وإنشاء شباكة السكك الحديدية تماشيا مع المشاريع العملاقة ذات المردودية العالية اقتصاديا حيث أن الأولوية القصوى هي لخط السكة الحديدية باتجاه تامنجست بدءا من العاصمة والربط مع دول الجوار الإفريقي شروع مجمع الأشغال البحرية الكبرى المستحدث مؤخرا بالشروع فورا في نزع الرمال من أعماق الموانئ الصغيرة والمتوسطة كموانئ